ماشا المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعلى صنة الصالح أن الخطة فيها مقام الرأتين فإذا شهد الخطيب المنبر وشرا في الحدى فلا يتكل من أعهدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لساهبك يوم الجمعة أنزر والإمام يخطو فقد غضوا في حديث آخر ومن لغى فلا دمعة له أنستوا واستمعوا وعتئوا رحمكم الله أنستوا واستمعوا وعتئوا رحمكم الله أنستوا واستمعوا وعتئوا رحمكم الله الحمد لله الحمد للواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم بالعباد أشهد أن سيدنا محمد العبده ورشوله وحبيبه وخليله سيد الأنبياء والمرسلين ذو الخلق العظيم والولاد اللهم فصل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم المعاد أما بعد عباد الله أوشيكم إيايا بتقوى الله وتعده فقد فاز من عطاء وخاب من عصاء قال الله سبحانه وتعالى في القتابة الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم مع شر الحاضرين وزمرة الصالحين رحمة الله سبحانه وتعالى في القتابة الكريم سبحانه وتعالى في القتابة الكريم سبحانه وتعالى في القتابة الكريم مع شر الحاضرين وزمرة الصالحين رحمة الله سبحانه وتعالى في القتابة الكريم 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 وَظُمْرَتُ السَّلِهِي بَعَمَكُمَوْلُّهُ Sebagai mana kita ketahui S&وهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى Melebihkan Derajat مخلوقnya Atas sebagian yang lain Sebagian manusia Allah dijadikan di utama Daripada sebagian manusia yang lain Sebagian tempat Dijadikan di utama Dari sebagian tempat yang lain Dan sebagian waktu pun Dijadikan oleh Allah الى انتظار بانه غير من وقت ايضا الناس الناس يتevenicher الناس 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 ادلا ادلا لحيدا مولا من 4 الممر والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا yang disebut dalam Al-Quran dengan أَشْهُرُ الْحُرُحُ 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah At-Tawbah 36 أَوْدِ اللَّهِ مَنَ الشَّوْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّكُورِ إِنَّا عَسْنَا عَشَرَ شَحَرَمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْبِ مِنْ هَا أَرْبَعَةٌ حُرُمْ yang artinya adalah sejumlah bulan menurut Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ada 12 bulan sebagaimana bertahapkan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ yaitu bulan ذُلْقَعَدَةِ ذُلْحِجَّةِ مُحَرَّم dan رَجَب لَقُرْعَنْ سُرْعَةِ تَعْبَعَةِ مَأَسْرَ حَدِرِينَ وَزُبْحَتَ الصُّالِهِ رَحِمَاكُمُونَ اللَّهِ yang kedua adalah ذُلْقَعَدَةِ ada satu diantara 3 bulan diantaranya adalah bulan haji yaitu bulan syawal ذُلْقَعَدَةِ dan 10 hari daripada pertama bulan berheja yang mana tidak sahih haram untuk haji pada selain waktu tersebut Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ berfirman الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُمَاتِ yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi yang telah ditentukan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَةِ Al-Quran Al-Baqarah 197 مَأَسْرَ حَدِرِينَ وَزُمْرَتَ الصُّالِهِ رَحِمَاكُمُونَ اللَّهِ yang ketiga daripada peristiwa bulan julqa'dah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah melakukan umrah kecoi pada bulan julqa'dah sahabat Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهِ وَعَمْرِ وَتَعْتَمَرَ رَسُولُهُ وَيَسَوَ اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ عُمَر كُلُّهُنَّ فِي دِلْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَأَ حَجَّتِهِ عُمْرَهْ مِنَ الْهُدَيْبِيَّ فِي دِلْقَعْدَةِ عُمْرَهْ مِنَ الْعَنِ الْمُقْبِل فِي دِلْقَعْدَةِ وَعُمْرَهْ مَأَ حَجَّتِهِ رَوَهُ الْلُقْعَرِ Adalah baginda Nadi Muhammad S.A.W. وَعَيْسَنَ Beliau berumur sebanyak empat kali Semuanya pada dunia kecuali umur yang beraksanakan bersama haji beliau yaitu umur dari Hudailiyah Satu umur pada tahun berikutnya Satu umur dimulai dari Jialanah ketika membagian rampasan perahunain dan satu lagi umur bersama atau sekaligus berhaji beliau hadis terwajar oleh Imam Bukhari مَأَسْرَ حَجْرِينَ وَزُرْتَ الصُّالِهِنْ رَحِمَ اللَّهِ Sedangkan keempat daripada peristiwa Duaqadah adalah 30 malam yang disebutkan oleh Allah S.W.T dan kirmannya وَعَدْنَا مُسَى تَلَثِينَ لَيْلَهِ وَاتْمَمْنَاهَ بِأَشْرٍ فَتَمَّمَ مِقَاطُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَهِ وَقَالَ مُسَى يَعْبِي هَارُونَ خَلُّنْ لِيْفِي قَوْمِهِ وَأَصْلِهِ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ مُبْسِدِينَ yang artinya kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan kepada kitab Taurat setelah itu berlalu 30 malam yakni bulan Duaqadah dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi yaitu 10 malam pertama bulan Duaqadah maka sempurnakanlah waktu yang telah ditutupkan oleh Allah S.W.T menjadi 40 malam lalu Musa berkata kepada saudaranya yaitu Nabi Harum gantikanlah aku dalam memimpin kaummu dan perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan Al-Quran Surah Al-Iqraaf 142 ma'asirul hadirin wa'zumratas-saudihin rahimahumullah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Duaqadah atau Duaqadah dalam lintas sejarah diantaranya ada juga pada tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Bani Qorewa pada hari Kamis 6 Duaqadah tahun ke-10 Hijrah Nabi Muhammad S.A.W. berangkat dari Madinah Al-Munawar menuju Makkah Al-Mukarram untuk melaksanakan Haji Wadah pada Duaqadah tahun ke-3 Hijriah terjadi pula perang Badar Surah Badar kecil pada hari Sabtu tanggal 7 Duaqadah di tahun 403 Hijriah telah wafat juga seorang ulama ahli kalam dan ahli berdebat yang sangat terkenal yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani beliau adalah seorang seorang pejuang pembela penyebar madhab Ash'ari yang tiada lain adalah madhab Ashwaja Ahlus Sunnah Wal Jamaah berbagai penjuru dunia berketegihan dan perjuangan beliau dan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah lainnya itu akidah dan ajar kelompok-kelompok yang menyimpang semakin tenggelam dan ditinggalkan oleh para pengikutnya Ma'asyirul Hadiri wa'zumratasualihin rahimakumullah dan termasuk juga menurut Ibnu Abbas radiyallahu'an ada bulan yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana siapa yang beramal ibadah pada bulan yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala menurut beliau akan dilipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala pahala-pahalanya demikian juga kalau berbuat pelanggaran-pelanggaran pun juga dan jarang dosanya dilipat gandakan ke Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mudah-mudahan kita semua bisa menghormati bulan yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala ini sehingga kita pun mendapat kehormatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita yang kita bergantung dan bertunjung dan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapat ampunan Allah dimudahkan oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa kedua orang tua kita dosa guru-guru kita pemimpin-pemimpin kita semuanya dan tidak dimasukkan kita dimatikan oleh Allah dan khusnul khatiman amin Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li ولكم بالقرآن العظيم ونفعنه إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تراوة إنه هو السميع العليم أقولوا خولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسير المسلمين والمسلم فاستغفروه من كل ذا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وصل وجد عنه وتفضل وبارك بجمالك وكمالك عما شرفه بادي سيدنا ومولانا محمد وأنتم لسحابة أجمعين الحمد لله الحمد لله الحمد لله كما أمر أشعر أن لا إله إن الله لا شريك لرغوما لمن جهد به وقبل أشعر أن سيدنا ونبينا محمد ورسول سيد الخلاف والبشر اللهم صل وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصف والسلم تسليما كثير أما بعد معشر المسلمين رحمكم الله ووسيكم ونفسي واشيط على جمال المسال فألا وهي التقوى وعلى أزم القائد ولقد وصل الليلة الكتابة من قبلكم وإياكم لتقو الله واجيب لعباد الله لما دعاكم إليه وصل وسلم على من به اللهم وقد هداكم وقد أمرنا بذلك في محكم تنزيل حيث قال تعالى إن الله وملايكاته مسللنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم متسليما ومسلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وصدي أجمعي وردو الله من لخلاف الرشين المهدي ساداتنا بكر وعمر سمان وعلي وعن التادعين وتالهم بإسان إلى يمد وردو أننا معهم رحمتك يا رحم الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاهياء منهم والأموال إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادي الحاجات يا غافر الدنوب والخاطئات يا دافع البليات اللهم منصر من نصر الدين وقدر من خدر المسلمين وعلي كلمتك إلى يم الدين وعلي كلمتك والمشركين اللهم منصر والبلا والغلا والربا والزنا والزلاجل والسؤال فيدان ما وظهر منها وما بطن أن بلدن هذا خاصة وأن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء خدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار عبار الله إن الله يقرب العدل والإحسان ويتذي القرب وينهي الفاة شنك الباب يعيدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله العظيم وذكركم واشكروه على نعي يجدكم واسألوه من قبل يوعتكم والذكر الله أكبر ومشترا أكبر أكبر